السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي حباب قلبي طلاب الصف السيدس الابتدائي أصحاب ماناك ناكت سيكس رجعين بأقوى سلسلة مراجعة سلسلة الامتحان في جيبة اللي مبيخرجش عنها الامتحان زي ما انتم متعودين إن شاء الله في الفيديو ده هنراجع كل جرامر الترم التاني بأساسياته من الصفر وهنحل مع بعض ونطبق عملي عشان المعلومة تثبت إن شاء الله امتحاننا أو المراجعة بتاعتنا مش هيخرج عنها الامتحان بس ما تنسوش تشتركوا في القناة قبل ما نبدأ وتقولوا باسم الله وتجيبوا ورق وقلم عشان كل التركات اللي بقول عليها تدونوها والكلمات المهمة الجديدة بالنسبة لكم ترجعوا عليها وتحفظوها كمان تشرفني قوي إن انتم تشتركوا في جروب التليجرام أسفل الفيديو ببعط لكم أي أفعال شازة أي ورق بطلبوا منكم أو بنشتغلوا أثناء المراجعة بتلاقوه دايما على جروب التليجرام بعد نزول الفيديو فالملزمة هتكون معيكو على جروب التليجرام بالحل بتاعها وكمان الأفعال الشازة كلها لإني طبعا بنعتمد في الترمي التاني على الفعل في زمن الماضي البسيط فيهميني جدا حفظوا ومراجعة الأفعال كويس يلا حبيبي من غير كلام كتير let's start وتعالوا نبدأ بأول يعني 7 بيتكلم عن الماضي البسيط الماضي البسيط اللي هو إيه؟ بنبدأ طبعا أي جملة بفاعل فاعل ويجي وراها فاعل زي يلعب يأكل يشرب ينام يعوم الفعل ده بيبقى ليه شكلين في الماضي إما أخره دي أو شاز وتحفظي يعني إيه إما أخره دي؟ يعني الفعل مثلا زي يلعب play يبقى played يعيش live يبقى lived يحب love حبة loved يبقى حط للفعل دي لو طبعا أي فعل بحط له ed والفعل اللي أخره e بحط له دي بس أم الفعل اللي أخره y وقبليه حرف ساكن بشيل y وحط i ed يبقى لازم الماضي يبقى الفعل أخره d عشان أعرف إنه ماضي أو شاز وتحفظي يعني إيه شاز؟ يعني الفعل في المضارع غير شكله في الماضي طيب زي إيه؟ الأفعال الشازة والأهم زي يذهب go زهب wind يكون is كان was يكون are كان where في أفعال كتير جدا أهمها بكتبه لكم في ورقة وببعطه لكم على جروب التليجرام أسفل الفيديو الجروب ده هبعط لكم كل الأفعال المهم خلينا بس في موضوعنا قلنا الفعل إما أخرو d أو شاز وتحفظي ولما ننفي نحط didn't قبلي لما ننفي لو عايزين ننفي نجيب الفاعل ونحط didn't يعني لأ ويجي بقى وراها الفعل سادة يعني ما ينفعش يبقى في دي ولا الماضي بتاع الشاز طيب تعالوا نشوف كده هنا بيقول إيه؟ الأول خلينا أقول الفعل أخرو d أو شاز وتحفظيه ولما ننفي نحط didn't قبليه والسؤال أسأل بdid أقول did you وأقول الفعل سادة برضو تعالوا نشوف هنا number one the kids arrive on time yesterday الكيدز يعني الأطفال arrive يعني يصل on time في المعيد أمس طالما yesterday يعني مبارح طب إيه كلمتي اللي لما شوفها عرف إنه ماضي yesterday last ago once in the past yesterday last ago once in the past yesterday يعني مبارح last يعني الماضي أقول last week الأسبوع اللي فات ago يعني منذو بتيجي في آخر الجملة in the past في الماضي طيب أول ما لا yesterday دو هاتوا بقى إيه؟ طبعا إحنا للسائلين لما ننفي ننفي بdidn't ولما أسأل أسأل بdid did the kids arrive on time yesterday number two did they did طبعا بمعنى هل did they visit هل هم مظهروا the museum last week طبعا no they did ولا no they didn't طالما هنفي أنفي بdidn't يعني did وحط لها not بعد كده بيقولي I can't see him يعني أنا مش عارف أشوفه I think he is in front of the tree in front of ده حرف جر معناه أمام تعالوا بقى نرجع حروف الجر مع بعض in on under next to between behind in front of in on under next to between behind in front of in يعني في on يعني على under يعني تحت next to يعني بجانب between يعني في النص ما بين حكتين in behind يعني خلفه in front of أمام بيقولك أنا مش عارف أشوفه يبقى هو أمام الشجرة ولا خلف الشجرة يبقى behind طالما حرف جر ما بين الأقواس يبقى عايز حرف جر زي طب فعل ما بين الأقواس يبقى عايز فعل مكانه we was very happy yesterday احنا كنا سوا عداء مبارح طبعا we بيجي معاه was was بيجي مع المفرد يبقى مين الجامع where طب was or where يعني كان was للمفرد where للجامع number five بيقول where you born in geesa يعني هل انت تولدت في الكيزة خلي بالك بقى ان where من غير اللي هي ايه دي كانة هل كانة انما where اللي فيها itch معناها اينة نخلي بالنا جدا where you born in geesa اتولدت في الجيزة no i where هي i بيجي معاها where ولا was بس طبعا مع no بنقول wasn't ما ينفعش اقول was no i wasn't born in كايرو لأ متولدتش في القاهرة number six بيقول the ancient Egyptians يعني القدماء المصريين love their pets يعني احبوا البتس الحيوانات بتاعتهم ancient Egyptians القدماء المصريين ده ماضي ولا مدارع طبعا ماضي حتى لو ما فيش كلمة دلة اكبر كلمة دلة هي كلمة نفسها القدماء المصريين يبقى loved اهو الفعل اخره ايه انا بحط له دي عشان يبقى ماضي بعد كده بيقول لي حلو قوي بقى السؤال ده i not grow up in Alexandria i grew up in Cairo يعني عايز يقولك انا مجبرتش في اسكندرية انا جبرت في القاهرة طيب ايه نط دي يعني اين في الجملة على حسب الزمن اللي فيها الزمن ده مدارع ولا ماضي واحد بيقولك انا متولدتش في اسكندرية او ما كبرتش في اسكندرية كبرت في القاهرة عرفتي منين اني ينمو grow نما grew كبر يعني ينمو grow كبر ونمي grew طب يبقى ننفيه ازاي في الماضي قلنا في الاغنية لما ننفيه نحط didn't قابليه يبقى didn't grow وارجع الفعل زي ما هو ما جبوش ماضي يبقى didn't grow up number eight they keep the cat in the cage yesterday يعني حفظ القطة في القفص مبارح طالما yesterday يبقى الماضي بتاع كيب يحفظ keep حفظه kept keep kept طبعا بفكركم الافعال الشخص ده كلها على جروب التليجرام would you put يعني هل انت put the buck put يعني يضع in the shelf shelf يعني rough please يعني ممكن تحط الكتاب على rough طبعا يعني ايه on on the shelf اي كلمة صعبة بالنسبة لك حبيبي اكتبوها في نوت جنبكوا واكتبوا معناها اللي انا بقولوا عشان تحفظوه did you اي سؤال بdid يعني هل did you found احنا قلنا did او didn't بنرجع الفعل الاصل فلازم اكون عارفة ومتأكدة اني found ده الماضي بتاع يجد find وجده found did you find is a right answer هل وجدت a right answer الاجابة الصحيحة بعد كده بيقول we not like cats when we were young when يعني عندما نحن كنا صغار young طالما عندما كنا صغار يبقى دي ماضي بيحكي على حاجة في الماضي not دي يعني ايه didn't في الماضي نركز بقى جدا didn't في الماضي يعني not يعني لما جي امفي ما ينفعش اقول not خالص the television is the television is on front of لا احنا حافظانهم in front of امام in front of the couch يعني امام الكنبة couch الكنبة بعد كده بيقول لي زي teach their monkeys different tricks يعني هم بيعلموا المنكيز بتاعهم different tricks يعني حاجات مختلفة تركات مختلفة يبقى هم معلموا خلاص المنكي الماضي بتاع teach taught يعلم teach علما taught يعلم teach علما taught بعد كده بيقول لي when she last visit her grandparents last yesterday last ago يعني السؤال في الماضي يبقى did when did she يعني متى هي ظهرت اخر مرة اجدر the tombs المقابر be full of golden artifacts يعني مليانة بالقطع الزهبية be كده اللي هو اي اولاد اللي هو is or am was aware طبعا طالما المقابر يبقى دي حاجة ماضي حاجات القدماء المصريين اللي عملوها يبقى the tombs jam يبقى where كانوا مليانين full of gold artifacts بعد كده بيقول لي the office is المكتب يكون in the bathroom and the elevator يعني الحمام والمسعد يبقى ينفع اول اين طب اون على الحمام ولا طالما مكانين يبقى هو في النص ما بين المكانين دول لازم between يعني بين لازم تيجي ما بين مكانين between the bathroom and the elevator where اهي where بقى اللي فيها اتش يعني اين where does you go last weekend yesterday last ago يبقى الدد على طول she buys a silver ring yesterday عايز يقولي ان هي اشترت خاتم فضة مبارح يشتري باي اشترى بوت نحفظ يا ولاد الافعال الشهاز دي كويس جدا بعد كده بيقولي when is the castle castle يعني القلعة it's on the green hill يعني على التل الاخضر يبقى بيسأل عن مكان القلعة اين يعني where لازم نحفظ ادوات الاستفهام يا ولاد what ما او ماذا where يعني اين when يعني امت why يعني لماذا who يعني من كيف يعني how ادوات الاستفهام مهمة جدا i put the bag انا اضع الشنطة behind to the table behind to اللي بيجي مع to next to بجانب الشطار اللي بيحلوا معايا ancient Egyptians القدماء المصريين know that gold is durable عرفوا ان الدهب durable متين يعرف no عرفة new اي حاجة يا ولاد اخيرها aw الماضي بتاعها aw اي فعل يعني بعد كده بيقول be there snakes سعابين in ancient Egypt طالما be وانشانت ايجيبت يعني ماضي يبقى ناخد was aware ال snakes سعابين جمع يبقى where where يا ولاد اللي من غير اتش محدش يتلغبط where اللي بلقاتش اينا انما where دي يعني كان there are there are you get some trees بعض اشجار in front of ما ينفعش اقول double F in front of the house امام المنزل there are يوجد للجمع many animals يوجد حيوانات كثيرة on the forest على الغابة لا in the forest في الغابة i go to the grand museum رحت المتحف and so رأيت many mummies مميوات كثيرة يذهب go ذهب went ليه؟ عشان قلنا ان احنا شفنا يعني حاجة في الماضي مش شرط الاقي yesterday او last او ago ممكن نلاقي جملتين في الماضي يبقى طبيعي الجملتين حصلوا في الماضي تعالوا ندخل لنعرف ازاي نرتب اهم الجمل في يعني 7 ودي اهم جمل في الترتيب في يعني 7 like to لازم نقرأ كل كلمة الوحدة ونشوف هنعرف نترجم ازاي وكمان لازم الفاعل يجي بعده فاعل like to احب ان ancient Egyptians gold use طبعا ancient Egyptians القدماء المصريين لازم تبقى مع بعض ancient Egyptians فين الفاعل عندي use يستخدم وعندي like to طبعا like to يحب ان يستخدم فاقول ancient Egyptians like to use gold ancient Egyptians like to use gold احبوا استخدام الذهب number 2 artifacts يعني القطعة الاثرية Egyptian climate the ancient the dry preserved برضو عارفين the dry climate يعني المناخ القاف the dry climate ماله ساعد او حفظ يبقى preserved the dry climate preserved يعني ايه preserved يعني حفظ حفظ ايه the ancient Egyptian artifacts يعني القطع الاثرية المصرية القديمة the ancient Egyptian artifacts تعالون هولتين the dry climate المناخ الجاف preserved حفظ the ancient Egyptian artifacts number 3 Egyptians bet what animals ماء الحيوانات did the ancient keep as what animal ماء الحيوانات اللي بيجي بعد اداة الاستفهام is او are do does او did او كان طالما كونت سؤال اداة الاستفهام الاول واللي احنا لسه إلنا بعديها is او are do او does طيب بعد كده كأني بكون جملة بقى عادي فين الفاعل اللي هيقوم بعمل الجملة the ancient Egyptian القدماء المصريين يبقى what animals did the ancient Egyptian فين الفاعل keep يحفظ keep as a pet او keep as pets يعني ما الحيوانات اللي القدماء المصريين حفظوها كحيوانات أليفة معاهم يلا نشوف دي ونحلها كده مع بعض did when يعني امتى start iron ancient Egyptians using طبعا when اللي بيجي وراها is or do او did او كان مين فين الفاعل ancient Egyptians القدماء المصريين يبقى when did ancient Egyptians عندي بقى using start و iron فين الفاعل start using لا start using يعني يبدأوا في استخدام start using the iron او start using iron على طول بعد كده بيقول in good the climate the top kept condition طيب the climate يعني المناخ the climate المناخ عمل ايه؟ المناخ عمل ايه؟ حفظ المقابر يبقى the climate kept the tops حفظ المقبرة in good condition يعني فيه مناخ جيد in good condition بعد كده بيقول لي amulet is made a scarab of copper طبعا عارفين scarab amulet scarab amulet ما لها is made of يعني مصنوع من مصنوع من ايه؟ made of مصنوع من الكوبر النحاس بعد كده بيقول لي preserve يعني يحفظ the dry الجاف the climate the dry climate the dry climate help it artifacts المناخ الجاف عمل ايه؟ help it ساعدة ساعدة ايه؟ ساعدة help it preserve ساعدة في حفظ the artifacts لازم ما يكون حافظ الكلمات كويس بتاعت كل unit لو مش حافظها فدي اهم الكلمات اللي بنحلها تسجلها عندك وتحفظها حتى لو حفظت الكلمات دي بس بعد كده بيقول لي with يعني مع other ancient Egyptians ancient Egyptians trades we countries trades يعني treated يعني طاجرت القدماء المصريين trade طاجروا with مع other countries الدول الأخرى بعد كده بيقول لي didn't he meet meet يعني وقابل add the yesterday anyone party حفلة طبعا he didn't هو لم لم ايه؟ didn't بيجي وراء الفعل سادة يبقى he didn't meet هو ما قابلش ما قابلش مين؟ anyone ما قابلش اي واحد at the party yesterday وطبعا yesterday بتيجي في آخر الجملة early with the iron a meteorite يعني عشان كده كان مسمينه the heaven يعني meteorite عفوا the heaven يعني السماء جاي من السماء is between between the book الكتاب and the desk the bench المقعد the book is لازم الفعل يجي بعده فعل الكتاب يكون يكون ايه؟ between the desk and the bench or the bench and the desk اللي اتنين واحد the desk and the bench last where you did go weekend طبعا where did بعد كده you where did you go بعد كده الفعل سيدة where did you go last weekend خمسة ستة هنا بيقول so رأى الموضي بتاع C they a snake صعبان the under tree طبعا they so هما رأوا رأوا ايه؟ a snake صعبان under the tree تحت الشجرة under the tree اخر واحدة معنا بتقول represented يعني يعني يمثل او نابعا ibis حيوان ال ibis the wisdom يعني الحكمة in ancient Egypt طبعا the ibis حيوان ال ibis represented يعني مثل او كان بيعتقدوا represented wisdom كانوا بيعتقدوا بالحكمة in ancient Egypt في مصر القديمة تعالوا بقى ننتقل على unit 8 grammar unit 8 سهل بقى جدا بيتكلم عن الصفات استخدام المقويات بتاعت الصفات ايه اللي بيخلي الصفة قوية او ايه اللي بيخلي الصفة ضعيفة الكلمات دي لازم لازم نحفظها حبيبي لان لو محفظناش مش هنعرف نحل عندي كلمة really و so و very نبدأ ب so يعني جدا و very يعني جدا برضو خلينا بنقول ان دول بيجوا قبل الصفة التلاتة طبعا really حقا so جدا very جدا بيجوا قبل الصفة على طول اقول really good حقا جيد so hard صعب قوي very happy سعيد قوي اما really really لوحدها ممكن تصف الفعل يعني اقول نور really liked drinking hot chocolate نور فعلا حقا احبت الايه شرب ال hot chocolate يبقى really بتيجي مع الافعال ممكن نقوي الصفات وكمان ممكن تقوي الافعال اما quite quite اللي بيلقي البرا معناها الى حد ما فلو قلت i read a story يعني انا قرأت قصة was quite sad كانت يعني حزينة الى حد ما يعني مش قوي quite معناها مش قوي at all على الاطلاق وبتيجي دايما في الجملة المنفية في الاخر ايه تاني خدنا افعال بيجي وراها او بيحبوا يجي وراهم verb ing نحفظهم مع بعض بنفس الاغنية love like enjoy prefer and hate love like enjoy prefer and hate stop continue finish start imagine طيب يعني ايه؟ love like love like enjoy يستمتع prefer يفضل hate يكره نيجي بقى للصفات وعكسها stop يعني نتوقف عن continue نستمر في finish نخلص او ننهي start يبدأ واخر حاجة imagine يتخيل فانا احفظها كده زي ما قلت في الاغنين love like enjoy prefer and hate stop continue finish start and imagine يعني تخيل اي فعل من دول يدي وراهم في 40 جي وتعالوا نشوف ازاي نحل تعالوا لما نطبق عملي هتفهموا اكتر I really love make احنا قلنا love like enjoy بيجي وراهم في 40 جي يبقى love making انا احب صنع important things الاشياء المهم the house is quite beautiful عايز يقول ان البيت جميل الى حد ما بس النسي بقى غلطة مهمة جدا quite اللي لجوه معناها هادي انا دايما بقولها كده لولادي ان ال اي لما تبقى جوه يعني هادي انما ال اي بره تقول الى حد ما يبقى the house is quite يعني جميل الى حد ما بس ال اي دي تطلع لبره بعد كده بيقولي she didn't like hide and seek يعني هما مش بيحبوا او محبوش لعبة الاستغمية دي hide and seek يعني الاستغمية all احنا قلنا مين بيجي في النافي at all at all ما بنقولش الوحدها all at all بتيجي دايما في الجملة المنفية بعد كده بيقول i very liked playing with a train set يعني انا بحب فعلا اللعب بالقطار طيب like مين الصفة اللي بتحب الافعال هي الصفة الوحيدة really really بتيجي مع الافعال this film هذا الفلم isn't interesting طيب طالما منفية at all at all على الاطلاق بتيجي دايما في الجملة المنفية امال imagine احنا قلنا اخر صفة من اللي حفظنهم imagine يبقى flying اول ملايه imagine او اي فعل i-n-g hey finish فعل i-n-g doing i like walking like يبقى walking احب الماشي in the rain في المطر شايماء at all enjoy enjoy يستمتع مين الصفة اللي بتيجي ما هو بص لطالما بينكو صين صفة يبقى هو عايز صفة غيرها اكيد مش في صفة هو عايز فعل طيب مين اللي بيوصف الافعال really حقا نحفظ بقى كويس جدا اهو كده لما انطبق عملي هتفهم اكتر يبقى really بتيجي دايما للصف الافعال my brother speaks english quite well he speaks like american بيتكلم زي الامريكان يبقى الى حد ما كويس ولا very well كويس جدا وليد اندع اسامة love love يبقى singing يعني i-n-g do answer and adam enjoy برضو enjoy read توبقى reading اول ما شوف على طول love like enjoy على طول verb i-n-g noel didn't like paint like a painting i-n-g they didn't enjoy playing hide and seek برضو ما ادروش ما بيحبوش at all لاني دايما at all بتيجي في اخر الجملة المنفي they were at all good at playing hide and seek طبعا they were really or very good very good very good عشان good صفا it's at all hot to go outside عايز يقول ان الدنيا ما يفعش at all لاني مفيش نفي عايز اقول ان الجو حر جدا عشان كده i will stay home hot في البيت يبقى it's very hot to go outside my sister stopped احنا قلنا stop continue يبقى بعد stop letting ازود لها t قبل ما احطه ing he hates هو بيكره skipping not الحبل skip ونحط لها ing ونزود برضو p i saw like يلا like مين الصفة اللي بتيجي اللي بتوصف الافعال really i really like your present انا حقا حبيت ال present بتاعك thank you الهدية sorry البتاعة قطع can you imagine imagine بتخلي وين يفوز winning يعني الفوز a ticket التذكرة for the concert fairs and the nader continue يلا continue practice يعني اتمرن تبقى practicing اشيل ال i وحط ing chefs يعني الطبخين start ted يبقى cooking برضو حط ing كلمة start لازم احفظ الافعال دي قلتلكم من غير حفظه مش عرف حل noha thinks skipping is very good انه هو كويس but she prefers running ولكن هي بتحب running احبت الجاري يبقى هو كان كويس قوي ولا كويس الى حد ما يبقى quiet وما ننساش ال i البر q u i t e quiet adam enjoy enjoy playing the dress is really nice but still not nice enough to buy يعني ما زالة not nice مش حلوة قوي ان اشتري يعني يبقى quiet الى حد ما طالما قال لي مش حلو ان اشتري حبيبي مهم جدا ان انا اقرى الجملة الاخرها والاحسن لو ترجمتها وكون حافظ الكلمات دي فلو في اي جملة دلوقتي من اللي قبلوك مش عارف اي كلمة على طول تكتبها على جنبه وتحفظها انت مش الامتحان مش هيخرج اصلا برا الاسئلة اللي انت حلتها دي اكيد هتلاقي نفس الاسئلة دي في الامتحان وتعالوا ننتقل لgrammar unit 9 unit 9 بيتكلم عن الماضي بقى المستمر ايه هو؟ هو هو حبيبي نفس الماضي yesterday last ago بس بشرط لازم يبقى مدة محددة في الماضي يعني ماقولش yesterday وخلاص اقول الساعة 6 yesterday after noon yesterday بعد الظهر مبارح طيب ايه بقى الزمن ده ماضي برضو؟ اه بس شكله ازاي was aware verbi ing was aware اللي هم كانة ويجي وراهم verbi ing was aware verbi ing نحفظ كده جدا اي was اي where ويجي وراها فعل يبقى فعلة ing على طول طيب ايه الكلمات الدلة؟ زي ما قلنا yesterday last ago بس مدة محددة مايقولش yesterday ويسكت yesterday evening yesterday morning at 6 yesterday وقت محدد في الماضي وكمان معاهم حاجة مهمة جدا هي when يعني عندما when لما بتيجي في نص الجملة تبقى معناها عندما ودايما وين بتربط بين جملتين اللي قبل وين ماضي مستمار was aware verbi ing طب اللي بعد وين ماضي بسيط الفعل اما اخره دي او شاز وتحفظي زي ما قلنا في عنيد 7 يبقى انا احفظ حاجة واحدة ما عودش احاير نفسي اقول وين ماضي بسيط وراها وين ماضي بسيط وراها يبقى اي حاجة تانية في الجملة ماضي مستمار تعالوا برضو نطبق عملي number one بيقول he reading when his dad called him وين عندما بابا كلمه تخدتوا بالك وين ماضي بسيط اخره دي يبقى هنا was aware verbi ing هو سهل علي وجاب لي verbi ing يعني عايز was بس he was لاني was بتيجي مع i والمفرد وwear بتيجي مع الجم it rain all afternoon yesterday امبارح بس طول النهار امبارح يبقى it was was raining يوم ترين احط لها ing was he look after طالما was aware verbi ing look after يعتني بي فلما اقول looking after يعني هل هي اعتنى هل هو اعتنى بالشيب بالخروف هنا بيقول they didn't take the bus to school يعني هما مخدوش الاوتوبيس للمدرسة لما يجيب لي علامة كما ويجيب لي نقط كده في اخر الجملة معناها ان بيقول لي اعكس اول اتنين فلما اقول they did تبقى did زي طب في didn't لا النافي ارجعه هو عادي يعني مخلهوش من نفي اقول did طب لو هي did اخليها انا didn't يبقى انا بعمل حاجتين ده اسم السؤال المزيل بعد الكما بيجي بس اعكس اول اتنين كده معناها اليس كذلك طب تعالوا نشوف هنا كده بيقول they were يلا was aware verbo i in g يبقى هما كانوا playing بلعبوا فوتبول yesterday evening انبارح بس بالليل وقت محدد في الماضي where you يلا was aware verbo i in g studying يعني هل هما كانوا بيذكروا the exam when i called you لما اتصلت بي عفوا هنا بيقول they are friends هما اصدقاء are they يلا احنا قلنا ايه هي تبقى are they فعلا بس are جملة عادية تبقى aren't طب لو هي aren't نخلي احنا are نشيل النوت بس finally you boil the water next you put noodles اغلي المية الاول بعد كده حط النودلز يبقى اولا يعني first تعالوا بقى نقول الحاجات الترتبية first اولا next ثانيا after that بعد ذلك then ثم واخر حاجة finally يعني اخيرا هنا بيقول what the light went out يعني الدق لما اختفق او الدق لما قطع النور قطع he was studying يعني can be zaker مين اللي بيرمد ما بين جملتين واحدة was aware verbo ing واحدة ماضي مفيش حاجة اسمها what بنربط جملتين بwhen عندما he run when he fell down لقينا when يبقى بلها was aware verbo ing was running i like fruits اقول so do i دي بقى حفظ so do i يعني وانا كمان بحب الفكهة so do i وانا كمان she read the story when her mother asked for help او الملائي وان يبقى was aware verbo ing to be reading what did you doing ينفع ينفع اقول did مع doing طالما doing يبقى was aware you يبقى where where were you doing كنت بتعملي yesterday afternoon هنا بيقول i was doing my homework where my mom called لما ماما نادت يبقى when عندما ماما نادت اي ربط بين جملتين when هنا بيقول i love ice cream بحب ال ice cream not too برضو دي حاجة نحفظها اسمها me too وانا ايضا وانا كمان يبقى so do i وانا كمان وانا كمان وانا كمان هنا was aya and nor aya ونور دو الجامع يبقى where من غير ما كمل was يبقى يجي مكانها where were i and nor playing in the park yesterday morning كمان اللي خلاني اقول was aware ان الفعل ing لعارفين لو الفعل سادة كنت اخترت did عشان كلمة yesterday انما طالما في ing was aware verbo ing i was walking يمشي walk تبقى walking انا كنت ماشي home when i saw علي لما شفت علي when they احنا قلنا اللي بيجي ورا when when ماضي بسيط see تبقى saw رأى when they saw عندما رأوا a dolphin they were swimming كانوا بيعون i was reading a book when i طالما when ماضي بسيط was hearing لا hear تبهير لما سمعنا a noise outside دو دقبر she was doing her homework when the light when اللي بيجي وراها ماضي go يذهب went off يعني النور قطى هنا isn't studying at 8 last night يعني الساعة 8 مبارح طالما ing was aware يبقى wasn't لان طالما isn't نافي نخليها نافي زي ما هاي yesterday afternoon tamer and علي not play يلا yesterday afternoon وقت محدد في الماضي يبقى was aware tamer وعلي where where ايه في هنا not يبقى weren't يعني انفي playing play to be playing weren't playing tennis ما كانوش بيلعبوا تنس my pet cat يعني قطتي feed her kitten اكلت الكتن القطة الصغيرة at 6 pm yesterday ساعة 6 مبارح يبقى was كانت feeding كانت بتطعم صغرها cat قطة كبيرة وكتن قطة صغيرة what you were لا احنا بنعمل مقص بنقول what were you what were you doing was aware الاول وبعد كده الفاعل في السؤال at 7 o'clock هنا الساعة 8 الساعة 7 هنا كانت بتعمل homework بتاعها was doing كانت بتعمل ما نقولش 7 o'clock بس 7 o'clock yesterday مثلا وعشان وقت الفيديو مش عايزين نطول عليكو اكتر من كده هنقسم الفيديو بقى لفيديو تاني ان شاء الله ننزل فيه اخر 3 unit في الجرامر بتاعهم وازاي نرتب الجملة وبعد كده ازاي نحل اسئلة الامتحان بالكامل عشان تتعودوا على اسئلة الامتحانات اللي كلها هتلاقوها من الفيديوهات بتاعت الجرامر ده طالما خلاص حلينا اسئلة الجرامر انا جبتلكو او لمتلكو كل اسئلة الجرامر اللي بتيجي في الامتحانات فان شاء الله مراجعتنا مش هيخرج عنها الامتحان ما تنسوش بس تعملوا لايك وتقدرونا لان انا بيهمني قوي ان انا لقي عدد اللايكات زي عدد المشاهدات فده بيفرحني وبشجعني يعملكو فيديوهات اكتر مستنياكو على جروب التليجرام عشان اديكو الفيديو الاهم الافعال شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته